موسيقى مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبر الشاشة زرقاء نلتقيكم اليوم في عيدية خاصة خاصة جدا من منزل أحد أقطاب الهلال أحد مساندي الهلال دكتور حسن علي عيسى كل عام وأنتم بخير كل عام وكل أمانيكم إن شاء الله رب تكون أرض الواقع محققة بإذن الله اليوم نحن من داخل منزله العامر دكتور حسن علي عيسى بالتأكيد ستكون في جلسة خاصة بالعيدية سنتظر في كثير من محطات عبر حياته الخاصة فأهلا ومرحبا بكم أهلا بكم أكيد من داخل منزله العامر نجأته كانت في مدينة الحصحيسة أو كما تحلو له تسميتها بالحصحيسة بمسمى اللوحة دافينشي الإيطالي المعروفة بالموناليزة بتأكيد هذا لحبه له لمدينة الحصحيسة درس الإبتداء في الحصحيسة والمتوسطة في مدينة مدني ثم اختحق بالثانوية في الجيل وثانوية السنار وبعدها انتغل إلى جامعة الخرطم درس فيها عدد من الكليات كلية القانون كلية الفلسفة وأيضا كلية اللقات الأوروبية وما ننسى كبان كلية الترجمة فنحن سعداء أيما سعد أن نكون من داخل هذه الأسرة الكريمة فأهلا ومرحبكم وأهلا ومرحبك دكتور حسن علي عيسى وكل عام وأنتو بخير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا أرحب ترحيبا حارا بغناة الهلال في بيت من بيوت الهلال وأرحب بها باعتبارها أحد مفاخر الهلال في هذا الزمان لأنها قناة قد ولدت بأسنانها وقد جذبت إليها الكثير من المشاهدين واحتلت المكان الذي يليغ بها وبالهلال بين الغلوات الفضائية الأخرى وهي أحد الإنجازات التي تحققت في هذا العهد إلى جانب الجوهر الزرقاء وإلى جانب الفندق وإلى جانب المستشفى وإلى جانب الكثير من الإنجازات التي تحسب للأخ الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردنال ومن هنا أحييه وأهنيه بالعيد وأهني كل الإخوة في مجلس الإدارة وأهني المسلمين عموما بهذه المناسبة السعيدة وأهني قبيلة الرياضين وخص بالتهنية قبيلة الهلال في كل الحاء البلاد داخل البلاد وغارية وكرر الترعيم بكم الله يحييك ونحن سعيدين جداً على الترحاب الجميلة اللي قينو منكم من أسرتك الكريم وبتأكيد بمتد الترحاب من خلال هذه الجلسة بإدعامة الأسرة الثانية وهي نادية يوسف الأمين زوجة دكتور حسن علي عيسى أهلاً ومرحباً بك مرحباً بكم أنا سهلاً حلاً وترحالاً وتحتنا هذه الفرصة لغنات الهلال الرياضية والشكر كل شكراً لكم أنا بس عبركم التحايا والتهاني الحارة بمناسبة الفطر المبارك عدوه الله علينا وعليكم باليمن وبركات والخير شكراً لك أمنا نادية وأكيد الترحاب ممتاز إلى أبناء هذه الأسرة الكريمة علي حسن علي عيسى أهلاً ومرحباً بك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله جميعين سيدنا محمد على آله وصحبه جميعين ما بعد برحب بقناة الهلال الفضائية وبأسرة برنامج معاييرات هلالية على حضوركم بشرفكم لنا في بيتنا العامر وبقول لكل الأمة الإسلامية وكل الهلاليين كل سنة وإنتوا طيبين عدوه الله عليكم بالخير واليمن والبركات أنا علي حسن علي إيسى البنى الكبر لدكتور حسن علي إيسى والعمر واحدة وعشرين سنة بذرس في جعمة الخرطم كلية الهندسة هندسة مساحة باشا الله فاينل كل عام أنتم بخير وإنت بخير إن شاء الله أكيد متواصل معاكم وأكيد الطرحة بيمتد إلى الإبن الأزقر حسام حسن علي إيسى أهلاً ورحباك حسام نرحب بقناة الهلال الفضائية في بيتنا العامر والتحية والتحية موصولة لكل الأمة الإسلامية والأمة العربية بالتهاني الحارة بيدرفتنا المبارك أعوذ الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات حسام حسن علي إيسى لعمر 17 سنة امتحنت الشهادة السودانية العام 2018 الإبن الأزقر في عازي والوسرا آخر العنقود ماشاء الله كل عام أنتم بخير إن شاء الله رب أماني كلها محققة كما طفنا حول الشباب أكيد مهيرة حسن علي إيسى لها أيضاً كامل أطرحاب ورحب بدعاء حسن علي إيسى أهلاً ورحباً كل عام أنتم بخير كل عام أنتم بخير ورباً يحقق أمانيكم إن شاء الله أشكر قناعة الهلال على الفرصة الجميلة دي وقل لكم حللتم أهلاً ونورتونا وكل عام أنتم بخير كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير رباً يحقق أمانيكم جميعاً وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله اللهم أمين إن شاء الله وليك كمان جميلة الأمنيات الله يغاليك تسو وأكيد في هذه الجلسة الجميلة يمتد أطرحاب لمهة حسن علي إيسى أهلاً ومرحب بك مهة وكل عام أنتم بخير أهلاً بك وأهلاً بقناعة الهلال شرفتونا كثير وكل عام أنتم بخير رباً يحقق أمانيكم وكل عام والسودان وكل الأمة العربية والإسلامية بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله واليمن والبركات إن شاء الله يا رب شكراً لك شكراً لك مهة وأكيد مشاهدينا في كل مكان هذه أسرة دكتور حسن علي إيسى واليوم نحن من داخل منزله العامر بالتأكيد لنعرف طقوس العيد عند دكتور حسن علي إيسى وأسرته الكريمة دكتور كده في البدء يعرفنا عن انتباعك شنو إحساسك شنو بالعيد في السنة ديها حقيقة العيد يعني هو مناسبة دينية ومناسبة أسرية ويختلف تختلف طقوس العيد باختلاف الزمان والمكان يعني داخل السودان حتى داخل السودان تختلف طقوس العيد يعني العيد في الحصحي سيختلف عن العيد في الخرطوم والعيد في فرنسا سيختلف عن العيد في ليبيا وعن اليمن فالأمر يتعلق أيضاً بالزمان والمكان نحن هنا لنا طقوس خاصة يعني نصحه صباح العيد طبعاً يسبغ ذلك الكثير من العامل المضني بالنسبة لربة البيت والأسرة المرهات والتجيزة البيت والتجيين وكذا وطبعاً نبدأ اليوم بصلاة العيد هذا هو التوصل الأول ثم نجتمع جميعاً على الإفطار وفي الخرطوم يعني قد يكتفي الناس بالمعايدة خلال صلاة العيد ولكن تبقى الزيارات للأقارب والإخوان والإخوات الموجودين معنا في الخرطوم وبقية الأصدقاء يعني المقربين لكن في الحصائصة العيد مختلفة العيد في الحصائصة يبدأ بصلاة العيد وبعد ذلك تتوالى الزيارات والأبواب مفتوحة مشروعة على مصراعها جميل يعني العيد لا يكتمل إلا بأن تهنع الشخص من داخل منزله وخاصية يعني مختلفة تماماً في العيد في الحصائصة الحصائصة هي أول حاجة الناحية الاجتماعية التواصل الاجتماعي والدعوات التي تقدم في العيد يعني أنت في العيد في زيارة تصادف مواعد الإفطار في منزل غير منزلك فتفكر يعني كأنه منزلك يعني بحق منه الأسرة الواحدة نعم نحن يعني في الحصائصة ومنذ الصغر حتى كنا طلاب في المدرسة تسمى المدرسة الغربية يعني كنا نعتبر كل البيوت بيوتنا وكل الأمهات أمهاتنا عندما كنا صغاراً يعني غد تتناول شيء الصباح في بيتك أو غد تتناوله في بيت صديقك وتعاملك والدته فهذه الخاصية مفقودة في الخرطوم بصراحة الخرطوم العيد يعني أشبه ما يكون بالحدث الرسمي يعني غد تختفي أو غد تقل فيه الحميمية والترابط الأسري والترابط الأسري نعم وهذا أيضاً يعني من أحد أسبابه تباعد المسافات يعني واحد في شرقنيل واحد في جبرة واحد في الثورات صحيح نعم يعني تصبت الهمم في الزيارة لكن حتى المزالة دي بتكون في العيد يعني العيد شوي كده هو جامع لكل الأسر السودانية الأسر من الدرجة الأولى بتكون دايماً قريبة يعني بعيد عن الجيران بعيد عن الناس المحيطين بيكدل أكيد بيكون في فترات العيد الناس بتجتمع لكن الأسر أنا شايف أنه مفروض أن الناس تكون فيه ترابط أكبر من كده فيه حميمية أكثر من كده نعم على مستوى الأسر يعني أسرنا من ناحية أنا أو من ناحية المدام نحن في ترابط بحمد الله ونحرز على زيارة بعضنا في الأعياد وفي غير الأعياد جميل جيد لكن المزالة تختلف يعني الخرطوم تغوصة تختلف تغوصة تختلف والناس يعني غد لا يعرفون بعضهم يعني معرفة لصيغة فغد تربطك الجير أو يربطك السكن أو القطع التي حصلت عليها يعني أناس غد لا تكون غد عرفتهم لكن في الحصائص الناس كلها تعرف بعض والبيوت كلها كل البيوت بيوتك وكل الأهل أهلك يعني أكيد يعني هي رسالة واضحة من دكتور حسن بأنه مفروض الناس تكون في ترابط كبير جدا يعني بين الأرياف والمدن أكيد بيختلف كده نشوف رأي أمنا نادية أهلا مرحباك أمنا في الحقيقة العيد مختلف تماما في الخرطوم زي ما قال دكتور فنحن هنا مثلا في الحي بنكتفي بالجامع نتلاقوا كلنا في الصلاة الصباح نعيد على بعض وبعدين بنجدت العيد التاري لزيارة للجيران القريبين لنا طبعا الحكمة اللذي يعني بنقول دايما حواء ما زي آدم أهلا بيكون مشغول بيكون جاري لكن حواء كده ترابط بيكون كبير على حد هاي معنا الحي كبير شديد هنا هاي الجامعة فنحن بنكتفي بالجامع بتلاقى في الصلاة بعض نريا الجميل العيد هنا ولا في المدنة أكيد أكيد في الغاليم دايما بيكون أحلى نعي بيكون حلو يعني لقيت عنده رومنا خاص لما نحن كنا صغار قبل منيك العاصمة فكان في ترابط شديد وبشوف الأهل وفرحاني والناس كلها أهل مع بعض صح يعني آه لكن في القرطوب مختلف في القرطوب مختلف آه في الميسا بنحاول نعمل زيارات من الأخوات أخواتي وأخوات حسن حل وأخواني وأخوانه الناس القريبين الناس القريبين لنا ما زمان الزمن بيقى سريع اللقاع الزمن بيقى سريع فمش نقابلهم كلهم ونشوف الناس العياني بنزورهم من الأهل دايماً بتكون الأفراح برضو في الأعياد في الأعياد بنواصل آه آه مش التواصل الاجتماعي ده مجم شديد آه طيب كده أمنا نادية يعني أحكي لنا تفاصيل كنتي في أول يوم مثلاً الفلايت طبعاً عباء بتكون شديدة مع تعب طويل جداً تعب شديد آه نحاول نجهز الخبايز والحيات وننظف البيت ونظافه طعمه بكون مختلف بعض يوم شاق أو يومين ثلاثة قبل أيوة أيوة أي لا بيكون تعباني واليوم بالذات يعني بيكون ناس تعباني شديد بيساعدوك الشباب بير طبعاً بيساعدونه وبقصره ربنا الدمان دعاء وبهب ساعدوك طيب عالي وحسام عالي شوية وكتير تركيب الستاير والتخاصيل العام ما بقصره كله أنا شايف أنه يعني علي طويل القامة ده بساعدك في الستاير بسحك من التركيب الستاير ربنا أدي الصحة والعافية إن شاء الله شاكل دايما في الستاير في الستاير ده حال كل الأسر السردانية دايما يعني أنا في البيت نفس الحكاية يعني طويل في البيت الوالدة ثابت كل عيد مفروضاً أردت تركيب الستاير مع الشغل أحياناً بيكون بعيداً عالي بحتيت دائماً في تركيب الستاير ربنا ديك الصحة والعافية إن شاء الله إن شاء الله أمين تكون صحة والعافية لكم وكذلك نحن نشوف الشباب أيضاً في مراسيمهم في العيد هل هي بتختلف ولا يكونوا معهم هقليتوا بتساعدوا في العيد كلام ده يعني ماما دي دارد عليكم ولا الكلام ده صح لا لا أكيد شباب الزمن دي شايفين بقول لك أخو الله إحنا ليه وما بنشتغل وتفاصيل الشغل لو نحنا شغالين وبنقرأ وتفاصيل لا لا يا أخو هو والله العيد فرحة يعني الناس كلها بتكون فرحانة حتى التعب حقه بيكون يعني بعد ذاك بتويك بحياة جميلة يعني أيوه عنده عنده مزاق خاص ففعلاً زي ما قلت لك والدتي إنه اليوم قبل العيد بيكون في تجهيزات وفي تعب وكذا العيد عنده طعمه براو فرحة براو من صباح العيد اللي هو صلاة العيد وكذا فبعد ذاك الناس بتقوم بيجابوي وأخواني كلهم رأيين من الصلاة الناس بتتبادل يعني هل يحتفال بالمناسبة الإسلامية دي يحتفال أيوه بتتبادل يعني أطيب الأمنيات والتهاني بالإضافة لأنه بعد ذاك بيكون عندنا طبعاً زيارات لخالاتي وخيلاني وأعمامي وعماتي وكل الأصدقاء القريبين بالإضافة لأنه العيد أصلاً هو يعني يوكد بتاع مناسبات وتكون في مناسبات صحيح زفاف وحياة سهيرة يعني فأكون هي الحاجة دي هي تقوص عندك انتي يعني يا دعاء احتمال يكون الوالد والوالد يمشي للأهل القريبين حتى الأهل اللي بيكونوا على بعد المسافة لكن قريبين للقلب دي بين الحياة طيب إنتم تكونوا معاهم في نفس الزيارات دي ولا عندكم برضو تقوص براكم والله بنكون معاهم بالإضافة لأنه طبعاً نسي مع الحياة ومشاغل الحياة وكذا بيكون عندك ناس كتر نفسك تزورهم وكذا لكن مع يعني المشاغل في الأيام العادية بتكون حياة صعبة فالعيد بيكون فرصة إنه الناس تزور الناس القريبة لها وتقابل الناس وأيوه والله هو نفس التفاصل يعني ابتداءاً من صلاة العيد وبعد ذاك رجعت أخواني من الصلاة وأبوي يعني الصراحة هو أنا بحزة أعمل إنه المراسم فعلاً بتبدأ في اللحظة اللي هما برجعوا فيها من الصلاة يعني معرفة بيكون في حساس جميل كده إنه دا العيد فعلاً يعني وبعد ذاك طبعاً إحنا بيكون تعبانين وغالباً من اليوم اللي قبل الإدماء بيكون نائمين غالباً لو بالغنا يعني بنكون من ساعتين أو كده يوم بيكون صعب شيء بيكون متعب لكن بيكون تعب جميل يعني ناس فرحانة ومبسوطة ودخلة الناس واتطلع للناس برضو يعني فهي بتكون فرصة كويسة شديد لأنه فعلاً الزول بيكون أحياناً مقصر مع يعني زحمة الحياة والمشاغل وكده والعباء اللي بتزيد على الزول مع العمر وكده الالتزامات بتزيد ففي فرصة زي دي الزول بيقتنمها عشان إنه يصل للناس ويصل الرحيم وكده جميل والله شكراً لك مهة وأكيد متواصل معهم خلونا أعرف العيد عن علي علي زيك أحب بك علي قال لي أنت أكثر زول يعني بيت بالمعنى العام بيتدوك جرس فيه إنك أنت كلام ده جافي والله تبدو بس تائر ده صعب والله مراتي كل عام أنت بخير علي يعني مع العصرة الشديدة بيكون مع العيد ومساعدتكم أكيد بلا شك للسيدة الوالدة في البيت أكيد بيكون فيه طغوص مختلفة بعد اليوم الأول في العيد كده كلمنا عن العيد في نظرة أكيد طيب العيد طبعا يعني يدن بعد صلاة طوالي بيقولوا إذا الشباب بيختلف والله اليوم الأول طبعا نحن مخصص للأسرة والجيران هذه الزيارات القريبة أما باقي الأيام فعاددا بيكون فيه مناسبات أو بيكون فيه زيارات للأصدقاء الناس ستطولنا منهم والعيد فرصة طبعا لملاقات الناس ستطولنا منهم والمقصرين معهم صحيح غالبا بتكون يعني لما تشباب تلعب برامج 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 لما تشباب الحدائق مثلا أو كده لكن تفاصيل مختلفة زيارات في البيوت يعني الأصدقاء والسر جميل جميل كنت سوق معك حسام أو حسام برامج والله حسام برضو عنده برامج الخاصة برامج 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 كده نشوف حسام حسام زي كيف أخبارك؟ والله أنا بخير كنت كل عودة بخير وانت بخير إن شاء الله ليه علي مبسوك مع ولي؟ ولا يتزوك كبير خلاز ما مفتعيتها والله هو اختلف الأصحاب كده يعني كنت أصحابك مع بعض؟ أي ما حاجة واحدة لكن القرائب ممكن نبشي مع بعض كلام جميل طيب إنت العيد عندك كيف مع أصحابك؟ والله كذب صراحة ولا ما عايز الوالد يعرف؟ لا لا ما في برامج واضح كده يعني بعد اللمو نبارك لبعض ما في برامج واضح ولا مقدر توضح ما مقدر توضح أنا طيب جميل دايماً العيد خلينا نقول إنه يكون هو مجمع للأصدقاء ومجمع للأحباء والأهل يعني ديها في المقام الأول ولتمنى لك دايماً أعياد تكون جميلة إن شاء الله إن شاء الله وأكيد كل عام وكل الأسرة السودانية بخير من شباب لشيب لكل التفاصيل الجميلة اللي دايماً تكون في المجتمع السوداني نحن متواصل معكم في رحلة عن حياة دكتور حسن على عيسى الأمين العام لنادي الهلال ومازلنا متواصلين معكم ومن داخل منزل العام رجع لك دكتور حسن وأكيد الحصحيسة لها يعني انتباع خاص ألا وهي يعني مقام الأول ونشأتك الأول ومرضع الصيبة وفي تفاصيل جميلة جداً وفي حكايات وقصص خلتها تكون يعني محبة من قلبك بشكل كبير جداً وعايزين حالياً وعايزين المشاهدين تعرف تفاصيل محبتك للحصحيسة طيب أنا حقيقةً يعني في معلمة مهمة أنا أصلاً يعني زي ما بقولوا مزغط رأسي أنا من جنتي في الشمالية ولكن ولدت وتربيت في الحصحيسة ومع كل إخواني وإخواتي وبالتالي الوطن هو يعني مرتع الطفولة والصباء في الحصحيسة هي وطني لأنه تفتت تفتت عيناي على الحصحيسة 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 مدينة فريدة في كل شيء أولاً مدينة مضيافة مدينة مضيافة يعني يعني وإنت داخل للحصحيسة برضو من حسن الحص بلاقيك النيل الأزرق برضو أزرق يعني أول أول من يرحب بك النيل الأزرق بالحصحيسة وحقيقةً يعني يعني في بيت شعر دائماً أنا بتخيل كأن يعني كان واحد كتب أفتكر عن دمشق وقال جرى وصف غير القانع بها بردة كما تلقاك دون الخل دي ردوانه الله يعني الحصحيسة زادة انتقى الشيء لها كده كأنما الملائكة بتشتغبلك في الطريق وكده بعد الحصحيسة حقيقةً يمكن تكون في فترة عانت من نزعات من توجهات غد تكون سياسية أو عرقية أو كده لكن بحمد الله نحن مما قمنا يعني الانتماء كله للحصحيسة وما بنميز بين إنه دا من الحياة الشارقية ولا من الحياة الأوسط ولا من الحياة العمدة أنا الحي بتاعيه حياة العمدة لكن أعز أصدقائي موجودين في الحياة الأوسط والحياة الشارقية ما عندنا علاقة بينه زول دا جا من وين ولا زول دا قبيلته شنو حقيقةً بوتغة انصهرت فيها قبائل كثيرة جداً والحقيقة قاماً حتى على مستوى الناس البجوة الحصحيسة للعمل أو حتى لعبين كورة في النهاية بندمجهم في البلد في الحصحيسة في مجتمع الحصحيسة وبعضهم يتزوج من الحصحيسة وتبقى الحصحيسة فالحصحيسة بلد مضيافة بلد يعني فيها تكافل اجتماعي بلد الناس كلهم على قلب إنسان واحد وقلب فيها كل القيم يعني الكبير يغيّم يوقّر الصغير والصغير يحترم الكبير وزي ما قلت لك الحصحيسة كل البيوت بيوتك وكل الأمهات ومهاتك وكل الناس أهلك يعني بأطبارنا هي عائلة وحد الحصحيسة جبعات زي ما انت ذكرتين هي بوتغة انتمع فيه كثير من القبائل وشكلوا قبيلة وحد نعم حتى الآن فيه هجرات كثيرة جداً إلى الحصحيسة فيه ناس جوا من الغريب الآن كمان الكبري الذي ربط الحصحيسة برفعه جعل هناك التلاقي وتلاقي نعم يعني حقيقة لا تحس بهذا الأمر يعني في بعض الأحيان بعض النزاعات الانصرية تظهر في انتخابات تظهر في مناصب لكن قلوب الناس بيضاء وصافية نحن نموذج يعني أنا من الشمالية والمدام من أهل الحصحيسة الحقيقيين من عمد الحصحيسة فنحنا ودهل ده النتاج بتاعنا ما شاء الله يعني خلاسيين وخلاسيات لا يعرفوا اللي الحصحيسة لا يعرفوا الشمال ولا يعرفوا الجنوب ولا يعرفوا والله الشباب دهل سكتب معي الشمال مرة في مناسبة يعني في مرات في مناسبات علي ده طبعا بيسوق لنا عشان كده قاعد نلزم وبين يمشي معنا طيب زلنا عمادة كبيرة في الناس ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني هو عندك جيل يعتمد عليه ما شاء الله يعني أنا أرى إنه التعامل مع أبنائك حتى على نتاق الأسرة معاملة بتاع الصداقة حلوة جدا والله حقيقة نحنا نحن نتعامل تعامل بتاع أول نحن شوارين وديمقراطين يعني في البيت وتعاملنا يعني حقيقة المزالة دي ما منا نحن حتى من أباننا وأمهاتنا كلنا يعني ماشينا على طريقهم إنه ولدك وبيتك هو صديقك وصديقتك وإنه التواصل استمر وكده يعني في بعض الأحيان تلوم وفي تصرف لكن في النهاية هو قريب منك المحبة بتجي من الصداقة دائما صادق ابنك هي بتكون أكبر وأعمق في التعامل نعم نحن نتعامل مع بعض على أساس إن أسرة وكل زول عارف حدوده لكن في النهاية يعني إحنا أصدقاء أصدقاء جميل جدا طيب إنت ذكرت إنه إنت كان يعني إنت من قناتي من شمال السودان شوني وداك على الحصحيسة والله الوالد الله يرحمه انتغل من قناتي أغلب أهل الشمالية في الوقت انتغلوا إلى الحصحيسة ومدني ومارنجان وسنار فأنا والدي يعني طاب له المغام في بانت في أم درمان وبعد ذلك هاجر إلى الحصحيسة وعمل في التجارة ونحن تولدنا تفتح عيوننا على الحصحيسة يعني لا زال بيتنا في الحصحيسة وأخي الكبير موجود هناك لدي أخوات موجودات في الخرطوم والتواصل بيناتنا مستمر يعني ما شاء الله من الحصحيسة ومن قناتي أكيد وزرت كثير من المدن السودانية من خلال تسفارك وأنت معروف بمحبتك للتسفار ونحن نتحدث على العيد وتفاصيل العيد وتقوص العيد ما أكثر حاجة يعني مختلفة في الأعياد في المدن السودانية من الحيطة اللحظة والله حقيقة أنا يعني ما حضرت العيد في مدن السودانية كثيرة حضرت العيد أو في الحصحيسة أو في الخرطوم لأنه حتى أنا درست السنة في سنار وفي الجيلي لكن طبعا بالضرورة بعيد مع عسرتي لكن حضرت العيد خارج السودان يعني ممكن أقول لك الفرق بين العيد خارج السودان والعيد داخل السودان أنا عيدتها في أوروبا عيدتها في باريس يمكن ثلاثة عيات فحقيقة إلا زول ينبهك يقول لك اليوم العيد لا شيء يشعرك بالعيد يعني الحياة عادية بطبيعة البلد لكن نحن بنخلق لنفسنا أنك حتى العيد وفرحة العيد نجتمع كسودانين ونمارس كل الطغوص الجميلة والإيجابية اللي بمارسوا السودانيين في العيد اختلف العيد بالنسبة للدول العربية يعني أنا عيدتها في ليبيا وعيدتها في اليمن فأفتكر أن العيد في اليمن برضو أنا أفتكر اليمن من الدول العربية التي تتمتع بانتماء عربي إسلامي راسخ يعني تحس بطعم العيد مع اليمنين أكثر من أي منطقة أخرى وكذلك ليبيا ولكن بدرجة أقل يعني برضو يعني ليبيا برضو ما فيها تواصل لكن اليمن فيها تواصل يعني فيها تواصل وفي العيد لا ينظر إليك إذا كنت سوداني ولا مصري ولا المهم أنت مسلم يتعامل معك كمسلم حلو جدا هذا الإسلام الذي تربينا عليه وهو زاخر في دواخلنا طيب يعني امتزاج الثقافات المختلفة خارج الوطن احتمال ما لقيت صعوبة في أنك عندك بالعمل مع العيد خارج الديار سواء كان في ليبيا أم اليمن أبدا حقيقة لا توجد فوارق كثيرة يعني لا توجد فوارق كثيرة أولا العيد طبعا هو مناسبة دينية صحيح فالانتماء إلى الإسلام هو انتماء السوداني والليبي واليمني وكذا وكما قلت لك الاختلاف الوحيد يعني يعني مثلا اليمن اليمن مدينة أو بلد تنعدم فيه الحياة تماما بالنهر حتى صلاة الصبح هم في حالة حركة وبيع وشراة ودراسة وكذا بعد ذلك بعض صلاة الصبح يصلون الصبح وتتوقف الحياة تماما بالنهر لا متاجر ولا جامعات ولا شيء كل شيء في اليمن يبدأ ليلا وفي رمضان يعني عندهم تغوص في رمضان ويحرصون على إكرام الضيف يعني نفس الحياة اللي عندنا في السودان الإسلامية بسرعة لكن في السودان دي في ظاهرة أنا ما شفتها في أي دولة ولا أعتقد اللي هو بسمونه هنا بسمونه عوجة الدرب عوجة الدرب ده عبارة عن سودانيين يقطعون الطريق ولكن يقطعون الطريق بالمعنى الإيجابي يعني في رمضان من المسيد لغاية الحصحيصة غد لا تفطر في في بيتك أنا شخصيا كنت في الجامعة يوم الخميس أنمي السفر إلى الحصحيصة أفطر الخميس والجمعة وأعود يوم السبت لم يحدث إلا في مرات نادرة أن فطرت في بيتنا لأن هؤلاء الناس يعني من شدة الكرم والالتزام بالتغاليد الإسلامية سمحة يغفون ويقطعون الطريق يعني بالمعنى الإيجابي ويطلبون من كل الركاب المسافرين أن ينزلوا ويتناولوا الطعام معهم أكيد أكيد فهذه ظاهرة غير موجودة إلا في السودانيين نسمع بيغطع الطرق بمعنىها السالب ولكن هذا قطع الطريق بالمعنى الإيجابي بالمعنى الإيجابي يعني نحن نذكر برضو كثير من يعني في السوشيل ميديا بيحكوا صور جميلة جدا عن الحصحيصة وينت خاشع على مدني في ناس تلقبل بالعمة السودانية يبلفوا مع بعض بيقطعوا بها الطريق نعم نعم كلها من الطباعة الجميلة جدا في السودان نعم والأجمل إنها مع يعني الضوائغ الاقتصادية ومشاكل الحياة لازلت هذه الغيمة موجودة صح هو يضعمك بما يستطيع يعني ليس بالضرورة أن يقدم لك ضعام فاخر فهي مزالة لا علاقة لها بالشدة الاقتصادية ولا بالمشاكل السياسية ولا بمشاكل المناخ هي قيمة مستمرة وتحكس دواخلنا نحن وتعاملنا نحن مع بعضك مجتمع مترابط سوداني أكيد دي تفاصيل العيد كده خلينا نخش في حياتك الخاصة لكن أكيد متواصل معكم مشاهدين وحنكمل هذا المشوار الجميل الذي يعني توجد فيه كثير من المراحل وكثير من المحطات في حياة دكتور حسن علي عيسى نواصل بعض الفاصل متواصل معكم مشاهدين في كل مكان وكل عام وكل الأمة الإسلامية والأمة السودانية والأمة الهلالية بصفة خاصة كل عام أنتم بخير كل أمانيكم إن شاء الله تكون محقق رجع لك ثاني دكتور حسن علي عيسى أكيد يعني أنت حبك لقرة الغضم منذ النشأة الأولى وابتداء كان أنت كنت كابتل لأحدى المدارس التي درست فيها يعني بمعنى عام أنه علاقتك كانت توثيق جدا بكرة الغضم في الإطار العام عايزين نعرف امتداد علاقتك بكرة الغضم إلى أن وصلت نادي الهلال وأنت الآن الأمين العام لنادي الهلال أنا حقيقة مارست كرة الغضم كنت لعب في هلال الحصائصة وكنت لعب في وظيفة غلب الدفاع وشاركت مع الهلال حتى في منافسات كأس السودان لعبنا في ضد أشبال الدويم وضد فرق كثيرة وبعد التحاقي بالجامعة لعبت أيضا في منتخب كلية الأداب لعامين كاملين ولكن بعد ذلك كانت لدي مشكلة لأنه كنت ماخد مواد شوية صعبة يعني ماخد إنجليزي وفرنسي وغانون وكده فما قدرت أوفق فتركت كرة الغضم وأنا في جامعة الخرطوم تم تعيني بعد عودة تكر الرياضة الجماهيرية تم تعيني الرئيس لني للحصائص ووقتها لم تكن لي إمكانيات يعني كان هو المصارفة التي يمنحها لوالدي عليه والرحمة لكن لم أحتاج لذلك لأنني للحصائص أيضا هذه فرصة أود أن أشيد به هو فريغ من الشباب المستنير ومدعوم أيضا من كبار تجار البلد فكانت الأمور المالية يسيرها التجار أنا كنت مزهول عن المزال الإدارية وسافر يوم الخميس ونجلس كمجلس إدار يعني كانت شيء غريب أن يكون طالب بجامعة الخرطوم رئيس لنادي في الحصائص بعد ذلك تواصلت طبعا علاقتي مع الهلال علاقة قديمة جدا أنا منذ الصغر هلالي وحتى عندما فارقت السودان يعني سافرت كنت أعود من فرنسا في العطلات كانت آخر محطة أحرص على رؤيتها كنت أحضر من الحصائصة بعربة خاصة وشنطتي وكنت آخر منظر أشوفه هو التمرين الهلال كان يغام أمام داخلية البركس في وحدة عسكرية هناك ولا أنسى في ذلك الوقت كان الرئيس الهلال هو السيد عبد المجيد منصور رحمه الله وكان من المناظر ليت لا أنسى السيارة جميلة تسمى بالشبح كان يملكها المرحومة عبد المجيد منصور كنت أحرص على أن آخر شيء أرى في السودان وأنا مغادر كان الهلال وكنت متواصل مع الهلال وكنت أكتب عن الهلال فهي علاقة غديمة ويعني محبة كبيرة للهلال وستمرت في هذا الجانب دخلت الهلال كرئيس أول رئيس لرابطته للهلال المركزية وعملت مع كل رؤساء الهلال يعني أنا عملت أولا عينت نايب رئيس مع الفريق عبد الرحمن سير الخاتم هو كان والجزيرة وأنا كنت نايب الرئيس وكان معي عادة من الإخ والأخ مالك جعفر والأخ مرغان دريس بعد ذلك عملت مع كل مجالس الهلال يعني عملت مع الأخ الأمين البرير كمساعد للرئيس وعملت مع الأخ صلاح دريس من خارج المجلس عملت باعتبار مقرر لجنة دعم الهلال فكنا نستقطب الدعم من المؤسسات ومن الأفراد ومن الهيئات ونسلمها لأمين مال مجلس الهلال في ذلك الوقت وعملت مع الحاجعة المنان في لجنتي تسير يعني لجنتي تسير أنا كنت عوضوا فيهم وعملت مع الأخ أشرف صيد أحمد الكاردينال الآن فأعتقد أنه أنا الأواني أنه بعد كذا نسلم الرأي للشباب يعني هي تعقوب أجيال فإن شاء الله أفتكر لغاية هنا محطتي كإداري يعني تنتهي بانتهاء فترة هذا المجلس ولكن نبقى من على البعد داعمين ومؤيدين لا يمجنسون أنتم سند للهلال وأتمنىكم دائما تكونوا برفقة الهلال حتى تحققوا انتصارات للتيم والتيم نحن نعتبر أنه هو كيان لكل هلالابي عاشق للهلال أيضا من المحطات المهمة أنا كنت كابتن لفريق كرة الغدام بمدرسة السنار السانوية ومن خلال هذه المهمة سافرت كثير جدا عد من الصدفة الجميلة أنه أتينا من سنار لنال عبد المدرسة الحصائص السانوية كنت في حيرة من أمري كيف يعني هذه المشكلة يعني أن تقف ضد يعني بدرسة بلدك لكن في النهاية كرة الغد منها فست ولا كان والله طلع التعادل ومن نصده فينه الأحرز الهدف الأخ الصديق سيفان ناصر ويوسف حمر اللي هو شغيغ المدام ما شاء الله ما شاء الله ديا يعني من حسن الحظر أنها هي تكون تعادل يعني مرضية لك أنت نعم كلاعب مع تيمك وأيضا الخصم لك هي المنطقة نشأت فيها وترعراتها وحبيتها نعم نعم جميل جدا طيب دكتور حسن علي عيسى راضي بما قدمته للهلال والله حقيقة أنا طبعا يعني عندي رأيي أنه الهلال ده مهما تقدم له لن تفيه حقه يعني أنت دائما في حالة بتاعت إنك تقدم الأفضل للهلال بعدين أنا أفتكر أنه الهلال هو الذي يعني الهلال هو اللوحة الخلفية التي تمنح الأشياء جمالا يعني أنا ما يعني ما في إنسان يستطيع أن يقول أنه أعطى الهلال أو أنه يعني الهلال مدين له الناس تبغى دائما مديني للهلال لأنه يعني لو خصى أي أخذ مثلا شخص خذ محامي هلالي هناك عدد من المحامين لكن المحامي الهلالي هو لا شر ليس هو وحده المحامي المهندس الذي يعمل في الهلال إذن الهلال هو الذي يعطي الأشياء جمالها وغيمتها وعظمتها وعظمتها فبالتالي قدر ما تقدم للهلال بتجعر أنه لم تفيه حقه بعدين الهلال حقيقة الناس لما يعني عطائك للهلال بيكون عطاء متسع ويستفيد منه ناس كسر يعني أنا مفتكر أنك لما تشتغل الهلال يمكن قد تدخل في باب الذين خصوهم الله بغضاحة وهي الناس لأنه في ناس مساكن جدا ما عندهم غير الهلال أنا عندي تجربة شخصية كام معي عمال في جامعة الخرطوم همهم إنهم يلقوا المبلغ اللي بيخليهم يقطعوا التسكرة بعد داك ممكن يمشوا الحاج يوسف يمشوا الثورة كالدار يطالما الهلال منتصر فأنا أفتكر إنك إنت لو أدخلت الفرح لناس زي دين أفتكر إنك يعني هتدخل في باب طيب بيحب هؤلاء الجماهير العاشقة الغيورة للتيب هل يعني تنظر إلى أن الأداء الآن للهلال يعني أصبح غير الأداء في السابق نعم فكيف نرجع لهذه الجماهير حقيقة في فترات في فترات كثيرة يعني الأداء أقول الأداء الفني تراجع ولكن الآن في بشريات يعني آخر مباريتين للهلال أنا أفتكر حق الناس كيف عندهم كثير أولا هي ميلاد لبدور نحن نستعمل التأصيل لا نقول لنجوم أنا نجوم دي للفريغ الآخر أنا أفتكر في لعبين موهوبين جدا ظهروا في الهلال وهم صغار السن وهذا وعد بأن الهلال سيكون يعني سيواصل إبداعه يعني أنا أقول مناجم الإبداع الهلالية يعني لن تنفذ بإذن الله كل يوم نكتشف يعني إبداع جديد أنا أفتكر الهلال الآن يسير على الطريق الصحيح وهو في طريقه إلى استعادة عروضه التي عرفت عنه وإن شاء الله الجماهير كمان بعد شوية تعود إلى المدرجات ويصبح الهلال الذي ينشده الجميع يعني طيب على الجانب الإفريقي يعني نشوفه في الفترة الأخيرة يعني رغم اجتهادات كبيرة جدا من مجلس الإدارة من الهيئة السشارية عموما بصفة عامة من اللعيبة لكن بنجد بعض الإخفاقات في بعض المباريات يعني هل سيكون يعني معالجة أخرى في المشوار القادم من إفريقيا؟ والله الآن يعني مجلس الهلال زي ما بقوله لم يألو جهدا ولم يتدخر وزعا يعني بزل الكثير والأخر رئيس على وجه الخصوص حقيقة هو ممكن أقول إنه يشحيل الشيء لكلها مالية وغيرها والمسألة أيضا ليست كلها فنية المسألة يعني غد تحتاج إلى توفيق والتوفيق هذا رباني يعني غد يكون توفق الإدارة أو لا توفق يوفق اللاعب أو لا يوفق لكن الآن بالعناصر الموجودة في الهلال أعتقد أن الهلال موعود بمواسم متميزة من العطاء والإبداع بعدين أنا شخصيا عندي رأي غريبة أنا يعني يمكن يكون مخالف للناس الكرة ما فعل علمية الكثيرة يعني نحنا يعني ممكن فريغ يمشي عسكر فريغ كبير يمشي عسكر خارج السودان وفريغ يمشي عسكر في غرية نائية وبعدين تجي تلقى الأداء مختلف جدا يعني لمزال ما كلها رياضيات واحدة واحدة روح الفريغ لو أثر روح الفريغ الحالة النفسية لللاعبين يعني دي مرات لا يتحكم فيها مجلس الإدار مجلس الإدار غد يتحكم في الرواتب غد يتحكم في سكن غد يتحكم في طرحيل لكن إذا اللاعب نفسه عنده إشكاليات أو عنده نواقص في الناحية الفنية من هو صغير مكتسبة فدي مشكلة تانية لكن أفتكر أنه الهلال يسير على الطريقة الصحية إن شاء الله رب ترجع تاني الفرحة الهلالية لكل عاشق للهلال لكل الجماهير الوفية للهلال بالتأكيد يعني كانت مساحة جميلة جمعتنا بيب دكتور حسن علي عيسى ونحن يعني متمنين كان الوقت يسيعنا أكثر عشان نعرف أكثر وننهل من حياتك الجبيلة ختاماً عايزينك تدي كل الأمة الهلالية رسالة بمناسبة العيد المجيد وأيضاً بمناسبة الانتصارات القادمة بسنة والله حقيقة أنا يعني أولاً التحية لشعب الهلال العظيم في مشارق الأرض ومغاربة وفوق كل أرض وتحت كل سماء والرسالة أنا أفتكر أنه ما في رسالة تقدم في العيد أكثر من رسالة دعوة إلى الناس تتكاتف وتتوحد وتنسى مرارات حقيقة التاريخ علمنا أن الأمم العظيمة لا تبنى بالشغاغ والتناحر والتنافر والهلال أم عظيمة فبالتالي الدعوة هي دعوة لكي كل المجال ستأتي وتسهب وكل الإدارين يأتون ويسهبون والهلال هو الموجود فأرجو أن تكاتف والعيد أيضاً فرصة للتسامح والتصافي أن الناس تتسامح وتتصافى وتقبل على هذا الصرح العظيم لأن هذه أم عظيمة والأم العظيمة لا تبنى بالشغاغ والخلاف وإذا سمحت لي أيضاً أنا حقيقةً جزء من الأسرة غير موجود أود أن أرسل تحايا العيد لبنتي العزيزة الدكتورة حباب حسن عليسى التي هي موجودة الآن هي تعمل في مركز الأمير السلطان لأمراض الغلب وتهيئة خاصة لابنها العزيز الأستاذ إيهاب اللمين أيضاً يعني بناتي والموجودات الآن خارج السودان أود أن أرسل لهم تهيئة وأعيد عليهم وأرجو لهم الصحة والعافية ويعود عليهم بالخير واليمن والبركات والتهيئة لكل الأهل والأصدر فاتني أن أخص بالتهنية البنت العزيزة الدكتورة عليها حسن عليسى وزوجها الدكتور إيهاب عمرطاها هم كانوا معنا هنا بعد السنين من الغياب بماليزيا ولكن شاءت الظروف أن يكون الآن بهونغ كونغ فلهم التهيئة وكل عامهم بخير والتهيئة للبنت الكبرى رباح أيضاً والتهنئة بالأيت إن شاء الله كل تحياك تكون حاضر وتصل لكل الناس اللي أنت حييتم ونحن بنحييك ونقول لك إن شاء الله يا رب دايماً تكون عامر وإن شاء الله يا رب دايماً نلتغيق على خير شكراً لك كثير على المساحة الجميلة التي قدمت علينا عبر الشاشة الزرقاء وكل جباهير الهلال شكراً لك شكراً لكم شكراً جزيلاً شرفتونا ونورتو الديار وحقيقةً يعني ده 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 عيد قبل بدايته كونه تزورنا غاناة الهلال ونتشرب بزيارة غاناة الهلال تحية لك دكتور حسن عليسى وشكراً لك كثير على الجمعة الجميلة التي تقدمت من داخل منزلك وأكيد التحاية ممتدة لأسرته الكريمة ونمشي لأمنا نادية يوسف الأمين وكل تحاية الكلمة متروكة لك لكل إنسان عزيز عليك حب تهنيه وتحييه بمناسبة لعيد المدينة لكل أفراد أسرتي الصغيرة ومناتي علياء وزوجها إيهاب وحلي حباب السعودية وزوجها إيهاب الأمين وأتمنى لهم ربنا نديهم العافية إن شاء الله ويحقي أمانهم ولأسرتي وأخواتي وأولادهم ولأخواني وأخوات حسن كلهم ولهم كل سنة طيبين وربنا نديكم العافية ولأخوية بالعزبرة في الأمارات وربنا نحفظوا وربنا نشاء الله لدوا العافية لأولادهم وكل سنة هم طيبين وشكرا جزيلا لغنات الهلال الرياضية وربنا نشاء الله لديكم العافية وللأمام دائما يا رب اللهم أمين إن شاء الله يا رب شكرا لك أمنا نادية وأكيد أطرحب أيضا من خلال هذه الأسرة لبث كل التهانية نمشي لدعاء دعاء المساح عليك والكلمة عليك خيب في البداية أحب أشكر قناة الهلال على الفرصة دي الفرصة الجميلة دي خيب وبقول لأمي وأبوي وكل الأسرة وكل سنة هم طيبين وربنا حق يا معانيكم ربنا يديهم الصحة والعافية ويخليهم لنا يكونوا دائما إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله رب العالمين ويحب أهني كل الأصدقاء وكل الأهل بالعيد المبارك وربنا يعيدوا علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات وبلدنا تكون بخير وصدانيا يكون بخير وكل الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله تحية لك دعاء ومن دعاء أكيد بننتقل إلى بيتنا مهى مهى المساحة لك أحب أشكركم على تشريفكم لينا وقل لكم كل سنة ونتوا طيبين وربنا نحقي جمانيكم والتحية موصورة لكل أهلنا ولكل الأصدقاء والمعارف والجيران وأحب أقول لهم كل سنة ونتوا طيبين ربنا نحقي جمانيكم إن شاء الله نمشي لعلي علي كلمة خيرة لك وكلوا عملتوا بخير طيب وانت بخير بحب أشكر قناة الهلال مرة تانية على الحضور الأنيق ويقول لهم كل سنة ونتوا طيبين ويقول لكل أفراد الأسرة وكل أهل داخل وخارج السودان أخواتنا الخارج السودان عليها وحباب وأزواجهم ويقول لهم كل سنة ونتوا طيبين أعوذ الله عليكم بالخير واليمن والبركات وأختنا الكبير الرباح وأشكر كل الغايمين على هذا البرنامج ويقول لهم كل سنة ونتوا طيبين كل سنة ونتوا طيب وشكرا لك كثير خلينا نمشي لحسام حسام آخر العنقود ويقول لنا نختم بك أحب أقول كل سنة وطيبين وعطة الهلال الفضائية بحق قمانكم وأتمنى لكم الأفضل للتقدم إن شاء الله إن شاء الله أحب التهاني بالعيد لكل الأسرة الكريمة الوالد والوالدة والأخوة والأخوات الأخوات خارج السودان وأحب أهني بالعيد كل أصدقائي وأتمنى لعفو المسامح إن شاء الله شكرا لك حسام ودي دعوة جميلة جدا من حسام للتسامح وخلوا دايما حياتنا تكون هي جزء مننا للتسامح وللمحبة وللإلفة بين كل المجتمع السوداني تحية طيبة لكل من يشاهدنا من أمام شاشة غناة الهلال الفضائي دي كانت مساحة دعاديات من داخل منزل دكتور حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال ومع أسرة الكريمة كانوا في حضرتنا ونحن كنا معهم ويعني نشكرهم على حسن الضياف وعلى الكرمة الجميلة اللي هو قدمه وهم كيف لا وهم يمثلون المجتمع السوداني بكل القيمة الجميلة شكرا لحسن المتابع كل عام وأنتم بخير إن شاء الله رب دايما أمانيكم هي في أرض الواقع تحياتي سلام موسيقى اشتركوا في القناة